بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو MyFundedFX من الشركات الأكثر من الرائعة الحقيقة والشركة دي لو انت لقيت نظرة عليها متفحصة هتعرف ان الشركة دي بتجمع ما بين E8 و F2 Plus يعني الشركة دي عبارة عن E8 و F2 Plus هقولك ازاي لما تهبط كده بالأسفل هتلاقيهم بيقلدوا E8 في هذا التشالنج تمام تمانية بالمائة وخمسة بالمائة وتمانين بالمائة البروفيت شير كل الكلام ده هو عبارة عن يوم واحد كل الكلام ده هو E8 تمام حتى هو فوق يقولك ايه No Commission تمام يعني ايه علشان ايه لو انت هتقارن ما بيننا وبين E8 لا احنا ما عندناش Commission او البروكر بتاعنا ما عندوش Commission وايضا طبعا من امام تريدين جديز ونو ستايل خلاص طبعا E8 من الشركات اللي انت تشتغل بها بأي استراتيجية مش هيقولك حاجة يعني دي اكتر شركة مش هتقولك حاجة على أي استراتيجية انت بتشتغلها E8 كذلك الوضع ماي فاند اف اكس برضو خلاص طالما هو قالك الكلمة ديت خلاص انت هتشتغل بأي استراتيجية معادي طبعا استراتيجات الاربتراج واستغلال صغارات الميتر تريدر وكلام ده كله ممنوع في شركات التمويل المختلفة تمام فالسطيل الاول او العزرا النموذج الاول هو عامله E8 النموذج التاني واللي هو اللي انا برشحه هو عامله بنظام F2 لو هتلاحظ هتلاحظ حاجة مهمة عشان تشوف بقى هنا بص بيقولك ايه هنا من ايه التراجع الكل من الرصيد الاساسي تمام نفس نظام E8 تمام ده فيه نظام التقييمين تمام اختبار اول وتقييم تاني في التقييم بقى اللي هو الواحد اللي هو زي FT بلس رجع وقال لك ايه اهو max trailing laws تمام يبقى الاقاف هنا او التراجع كل متحرك مثل FT بلس تمام يعني بيقلت شركة في برنامج وبيقلت شركة اخرى في برنامج اخر تمام ما فيش اي مشكلة هو يدوب حاطة التوتش زي بيقول التوتش بتاعه في حاجات بسيطة جدا تمام طيب خلينا نتناول هذا البرنامج الاقصر من رائع يعني ده افضل برنامج لأي شركة تمويل انت هتشوفه ده من افضل برامج تمام نتقارن ايه بايه يا جماعة تي اف تي هي الشركة الاولى على مستوى شركات التمويل دفعت 200 مليون دولار لا مقارنة اطلاقا الشركات اللي احنا بنتناولها ديت تحسين الدخل ان انت هتحسن دخلك وفي نفس الوقت اه تعرف تطلع منهم 10.000 دولار 20.000 دولار في هذه الحدود لكن تي اف تي فيه ناس بتطلع منها 200.000 دولار و150.000 دولار و100.000 دولار ما فيش مقارنة يا جبعة لا يوجد مقارنة دي شركة تحسين دخل وهذه شركة حرية مليئة تي اف تي من اكبر الشركات اللي انت تقدر تعمل معاهم فلوس تي اف تي قولا الواحد ما تقارنهاش ارجوك باي شرك تي اف تي دي خليها كده على جنب ازي ما بيقولوا تمام ما تقدرش ما ينفعش تقارنها باي شرك تمام دي حاجة ودي حاجة لكن تي اف تي فيها تقييم انا مش عاوز ادخلك التقييم ما معدل النجاح في التقييم ممكن يبقى 5 بالمئة 4 بالمئة 3 بالمئة طب ليه تكون من ال95 بالمئة ضحايا الحرب ما تدخل شركة ما فيهاش تقييم لا يوجد بها تقييم تمام بحيث اللي هو بيقولك نسبة النجاح 30-35 بالمئة اه كده النزمة معقولة الاحتمالية اكبر فقدر ادخل ايه ادخل معاهم فهمت الحيطة دي ميزة هزي الشركة انهم عندهم نمو حقيقي الى مليون دولار هنا بقى بيفرق النموذج ده تمام عن النموذج الخاص باف تي بلاس اف تي بلاس النمو غير حقيقي هو يقولك 2.5 مليون النموه عندهم لغاية 2.5 مليون في اف تي بلاس لكنه نموه قوة شرائية يعطيك قوة شرائية اكبر لكنه نموه غير حقيقي لكن هنا النموه حقيقي الى مليون دولار تمام ما فيش اي مشكلة تمام هنا بقى عندك الخمس تلاف كان احد الاخوة كان سألني عندك شركة بتعطي خمس تلاف دولار في التقييم اه والله اي خمس تلاف دولار اي خمس تلاف دولار ده انا شرحتها قبل كده اي بكم بخمسين يورو زي الفل تمام والعشر تلاف بمئة يورو تمام يعني اقسم على عشرة الخمسة وعشرين الف هتلاقيها بمتين وخمسين لا بمتين المرات دي بمتين والخمسين ب تلتمية يورو ممتاز طبعا والمئة الف ب خمسمية يورو والمئتين الف ب تسعمية وخمسين تمام تسعمية وخمسين يورو هنا بقى الماكس دي للوز عندك اربعة بالمئة تمام الفترة هنا غير محدودة خلاص اشتغل كما يحلو لك مني مامت الريدنج ديز يوم واحد تمام البروفي التارجت المطلوب منك عشرة بالمئة اعمل بقى عشرة بالمئة تعملهم في يوم تعملهم في تسعين يوم تعملهم في متين يوم مفيش اي مشكلة بالنسبة لك بعض الاصدقاء يقول لك والله اصل الماكس دي للوز اربعة بالمئة ده يكون صعب هو مطلبش منك مدة هو لم يطلب منك مدة اشتغل بعشرة سنت بعشرين سنت بتلاتين سنت بنص دولار يعني خلينا كده واحدة واحدة هنمسك مثلا اللي هو الاكاونت اللي هو المتوسط اللي هو الخمسين الف تمام الخمسين الف مطلوب منك كام خمس تلاف طيب خمس تلاف دولار لو انت عملت الصفقة بواحد دولار هل الصفقة دي هتعكس عليك مثلا خمس تلاف بيب تمام انت عايز كام خمس تلاف نقطة تمام تعرف تعمل الخمس تلاف نقطة دي في قد ايه في شهر تعرف تعمل خمس تلاف لا في شهرين تمام خلاص في ثلاث شهور عملتو هي بتتحسب كده طب واحد عايز يزود الرزق شوي طيب ماشي ادخل الصفقة باثنين دولار تمام معك اتراجع قد ايه لا اتنين دولار ايه احنا ما حسبناش اللي هو الماكس ديليلوس الماكس ديليلوس كده الخمسين الف كده الفين الفين دولار تمام الفين دولار فانت بتكلم في الف الف نقطة الف نقطة لو انت هتدخل باتنين دولار والفين نقطة لو انت هتدخل بواحد دولار تمام فممكن تدخل بنص دولار بواحد دولار على حسب وممكن تدخل الاول يعني ايه زي بيقولوا ايه تشوف السوق تجس نبض السوق تدخل بعشرين سنت بتلاتين سنت لقيت الصفقة ماشية في اتجاهك خلاص تبدأ تزود تخليهم دولار اتنين دولار تلاتة دولار على حسب الاستراتيجية اللي انت شغال بها هتلاقي الامور طيبة مفيش اي مشكلة في هذا الكلام تمام لكن اللي هيوقعك في هذه الشركات هو الماكس ترينينج لوز تمام اللي هو مثلا هنا 3000 3000 دولار من اعلى قيمة وصل اليها الحساب يعني لو ال 50 الف دول وصله لـ 54000 فالمفترض انك لا تصل الى 51000 اعلى قيمة 54000 ماينوس 3000 يبقى متوصلش الى 51000 تمام لازم تبقى عارف الكلام ده لو عرفت الكلام ده واشتغلت معهم مفيش اي مشكلة طب تعالى نشوف الشروط الخاصة بهم اعتقد الشروط الخاصة بهم شروط ممتازة جدا هنروح للشروط العامة نروح للشروط العامة هل الستوب مطلوب في كل تريدرز هايقول لك لا او مش مطلوب بس هو قال لك عشان ادارة الصفقات يعني انت بقى اعمل انت لكن هو مش مطلوب عندنا تمام اه دي اول حاجة تمام يبقى الاستوب لز غير مطلوب دي حاجة ممتازة جدا اه طب تريدنج ستايل اي ستايل مفيش اي مشكلة اه ما عندوش بقى نصق تداول اهو الاتصاق تداول ما عندوش اه لا يوجد لا يوجد اتصاق تداول دي اهم حاجة هل فيه ولا ما فيش لا ما عنديش نو خلاص طالما قلتلي نو خلاص انا اشتغلت معاك اه بشكل ممتاز جدا اه اه الفرق ما بين بقى اه هزي الشركة مايفاند اف اكس وما بين اف تي بلاس اف تي بلاس كاتبين حاجة على موقعهم جميلة قوي يبقى ان شاء الله ابي رويزها كده وقولها لكم بيقولك احنا من مصلحتنا اللي انت تكسب ليه لان هما بيقدموا حساب حقيقي اف تي بلاس حساب حقيقي وليس حساب ديمو تمام فانت احنا هنحصل على عشرين بالمائة وانت تمانين بالمائة فاحنا من مصلحتنا اللي انت تربح مفيش اي مشكلة بالنسبة علشان كده القاعدة اللي هما عاملينها اللي كثير من الاخوة يقولك ليه هو عاوز اللي هو التراجع الكل نكسبه مرة اخر علشان هما يديك حساب حقيقي هو الرجل يديك حساب حقيقي ف يعني ده ده حقه ان هو يخاف على حسابه تمام اا طبعا الاسكيلينج اهو اا متاح الاسكيلينج وبيقول لك والله اه دي انت عملت اتناشر بالمائة في اا سلاسة اشهر كل تلت اشهر يبقى خمسة عشرين بالمائة وعمل لك الجدول اا بتزود خمسة عشرين الف خمسة عشرين الف لغاية ما توصل لمليون دولار تمام لغاية ما توصل تا مليون دولار اي اا اتناشر بالمائة تمام بروفيت تريدينج مطلوبة علشان تعمل اللي هو فيه ثلاث شهور علشان تعمل الخمسة وعشرين بالمائة تمام ده بالنسبة لي طبعا هو التوسيق عنده متشدد شوية يعني هما من من الشركات المتشددة يعني زي تي اف تي فيه التشدد فيه مسألة التوسيق بيطلب حساب كاشف حساب بنك لم يمر عليه ثلاثة اشهر وايضا جواز صفر اما بالنسبة ل اف تي بلاص او اي ات بطاقة هوية وطنية بطاقة هوية وطنية خلاص عذرا انتهى الامر تمام اف فقالوا لنا لا خلاص هو بطاقة هوية وطنية فقدر خيرهم اا تقدر تشتغل وقت الاخبار متاح لعمل وقت الاخبار قال لك يس ما فيش اي مشكلة تمام مسموح اه وجيب لك الاجنت والكلام الاجنت الاقتصادية خلينا بقى نشوف ده بقى بيتكلمك عن الماكس ممديلي لوز وي الماكس مم لوز تمام طبعا الريفوند مع اول سحب خلاص احنا عرفناها طبعا انا عذرا الصوت مش قادر تعبان شوية فالحمد الله ف ايه تاني الليفرج واحد لمية تمام ما فيش اي مشكلة فيها او تمام هو الليفرج واحد لمية بيقولك مفيش لوت صايز يعني اشتغل زي ما انت عاوز تمام وتقدر تحتفظ لما بعد نهاية الاسبوع مفيش اي مشكلة تقدر تحتفظ لما بعد نهاية الاسبوع تمام مفيش اي مشكلة تحتفظ 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 او او المسموح بالاكسي بيرت اه مسموح بالاكسي بيرت طبعا معدل بقى المارتينالي تقريبا مش مسموح به تمام اكتب لك بقى الملاحظات الخاصة بالاكسي بيرت لكن انا عموما لا ارشح الاكسي بيرت ان انت تشتغل مع شركة التمويل باكسي بيرت لان هم ممكن يقول لك لا اصلا الاكسي بيرت ده مش متوافق معانا في الاخر يعني لازم يطلع لك حاجة فخلي بالك من النقطة ديت اه اي تاني مفيش اه يعني كل بقى الكلام ده هو مفيش اي مشكلة اه اه برضا بيرجع لك الستراكشن بيقول لك مفيش اي ناصق تداول كل الكلام ده مفيش اي مشكلة فيه تمام اه اه الدفع طبعا كل 14 يوم يعني هم بيدفعوا كل 14 يوم عن طريق ديل تمام والبروكر الخاص بيهم اه دي البروكر الخاص بيهم اه 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 فور اه 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 fxclr تمام تقدر تدخل كده ويقول لك zero commission اه البروكر ده مفيش يا جماعة وكمان ال spread قليل تمام spread قليل و zero commission fxclr dot com تقدر بقى تدخل على هذا البروكر تمام فيش اي مشكلة تمام تقييمي لهذه الشركة اه شركة رائعة شركة رائعة لو انت هتشتغل معاهم اه بالنمط اللي هم عايزينه تمام بالتراجع لو انت هتعرف تشتغل وفقا للتراجع اللي هم عايزينه وده وده اللينك الخاص بتحميل الميتا تريدر فور عندهم تضغط هنا هتعمل بقى الميتا تريدر فور تمام ما فيش اي مشكلة في ذلك الاشيات الخاص بيهم بطيق يعني اشيات بتاعهم بطيق عن Ft Plus Ft Plus اسرع شركة في اشيات بصراحة من الشركات السريعة جدا في اشيات Ft Plus لكن هنا عندهم مشكلة في الاشيات الخاص بيهم طبعا تقدر تدمج الحسابات لغاية 300000 وتقدر تدخل بقى الDiscord احنا كنا دخلنا قبل كده الDiscord اه ده عشان تدخل على Discord تمام مش هتلاقي صحبات كبيرة قوي زي Ft Plus يعني هتلاقي الصحبات في حدود 955 online و 5555 الأعضاء تمام تعالي بقى نشوفها يعني هتلاقي في حدود 10,000 5,000 20,000 في حدود تمام هايوصل ان شاء الله ايدي اهو تعبط كده و البيئ قوت فين انا مش شايف حاجة انا مش شايف اهو البيئ قوت اهو تمام كله كله عن طريق ديل يعني هتلاقي كله اهو ده 5000 ده 5000 5512 هو نفس 3410 3410 11000 تمام وكذا يعني هتلاقي 12000 في 12000 ايه 361 ممتازة فهي في الحدود ديت يعني 5000 6000 6000 10000 12000 شغال ما فيش اي مشكلة انا قلتلك دي شركات زيادة دخل وليست شركات حرية مليئة 7197 3000 1400 5000 تمام فصحبات كثيرة 5057 11199 240 7955 429 2937 6989 وهكذا في ناس طبعا ارباحها 2235 ويه 300 بيدخلوا بقى دول لهم الحسابات الخمس 1000 دولار تمام دفع 50 يورو ويكسب 300 400 دولار زي الفل ادي ده برضو اتلاقي برضو حساب صغير 200 1280 حلو 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 2900 الصحبات فيها كويسة الصحبات كثيرة للغاية احنا كده عندنا اه دي 260 1893 12 1895 والله كويس 11 170 صحبات كتيرة صحبات عندهم كتيرة بس انت شوفت الحدود 1377 3000 5000 الحدود بتاعتهم هي 13000 ممكن ادي 15000 ده اعلى واحد انا شفته 15000 فاهم فيها الحدود دي حلو حلو كويس شركة شركة بتقدم لك حساب بدون مدة وشغال زي الفل وانا قلت لك حاول تنوع الحسابات ويكون عندك اكتر من حساب فالشركة دي انا برشحها طبعا بقوة بعد احنا شفنا بقى الصحبات قد ايه ففي صحبات كتيرة فخلاص اطمقلنا قلبي ما فيش اي مشكلة فيها بس احنا قلنا ايه انت مشكلتك معهم في التراجع الكلي اللي هو متحرك تمام فالتراجع الكلي تتحاول تثبطه معهم وان شاء الله خير بتنساش لايك وشير والاشتراك في القناة ولو عاوز تشترك في هذه الشركة هتلاقي اللينك بالاسفل الخاص بينا وخيرا ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة